أهلاً فيكم برج الحمل بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى آخر الشهر الخراعة مثل دائماً رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وإيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تحس أنه بعض الإشياء اللي بحكيها تاقتها تكون قريبة لطاقتك ما تحاول تشبر القراءة أنه تكون يعني أنه تنطبق عليك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة أو إشي ممكن تحس أنت ممكن تستفيد من النور فاخد إشي اللي بيفيدك من الفيديو وترك الإشي اللي بتحس ممكن أنه سلبية أو طاقتها ما بتنطبق على طاقتك طيب بدنا نبلش أول إشي بطاقتك أنت بعدين بدنا نشوف طاقة الحبيب أو الشريك وأيضا نشوف شو ممكن يصير بينكم في المستقبل أو طاقتكم المشتركة للمستقبل نبلج أول إشي بكروت النصيحة ممكن تستفيد من كروت النصيحة في عندك simple acts of kindness kindness energize and brings happiness to those around you يعني ممكن كروت النصيحة بتحكي لك في أمور بسيطة ممكن تساويها للشخص اللي أنت عم تتعامل معه أو حبيبك يعني مبادرات صغيرة ولكن لطيفة أيضا أي أي إشي بسيطة رمزية ممكن الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بيحس أنه أنت مش عم تعبر عن مشاعر اتجاه الشخص وممكن أي إشي بسيط تقدمه له الشخص سواء كان رسالة سواء كان أي إشي بسيط يرمز لأنه أنت مهتم بهالشخص أو أنت فعلا بتقدر هالشخص أيضا مبين أنه برج الحامل كتير مركز هالشهر على أمور العاطفية لأنه أغلب الكروت اللي طلعت عندي كروت عاطفية في شخص أنت عم تتعامل معه بتحس العلاقة بينكم كتير قريبة أو بتحس أنه أنت وهالشخص بمثابة سول ميت إذا أنت وهالشخص بديته مع بعض على أساس أصدقاء عم شوف أنه البوندينج أو التواصل بينكم رح يكون أو رح يقوى في هالشهر ولا قدام عم شوف أنه الشخص اللي عم تتعامل معه في بينك وبينه تفاهم كتير وللبعض منكم اللي مستني خبر في أخبر جيدة رح تيجيك بآخر الشهر بخصوص هالحبيب بخصوص هالشريك فيه إشي رح ينكشف لإلك من هالشخص يعني ممكن يصير في بينك وبينه تواصل أو للبعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض ممكن أيضا تحكوا مع بعض أو يصير في بينكم تواصل هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت خلينا نشوف وطاقة الحبيب عم شوف انت كتير مسكر على حالك أو منطوي على حالك مش عم تسمح بينك وبين هالشخص فيه كتير حواجز بينك وبين هالشخص وفيه كتير أسرار وفيه إشي كتير مخباية بينك وبين هالشخص انتو مش عم تحكوا فيها مع انو انت من جوه في عندك تعاطف لهالشخص كتير كبير عم شوف بمشاعرك الباطنية انت كتير بتحن لهالشخص ولكن ايضا عم شوف انو انت باني صور حول نفسك ومش عم تسمح لهالشخص يفوت على حياتك عم شوف ايضا انت يا برج الحمل يعني بطاقتك انت بصراحة هالكرت بيدول على المانيبيليشن او على التلاعب فممكن انت مش عم تحكي الحقيقة كاملة لهالشخص فيه إشي انت مش عم تحكي للشخص اللي انت عم تتعامل معه عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه انت ايجابية اكتر من نظرتك انت عنده عنده هالشخص فهو نظرته تجاه العلاقة ايجابية اكتر شوي بيعتبرك ايضا هالشخص ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء او اي برج ترابي ايضا في عندك طاقة مائية كتير بالقراعة فممكن يكون برج مائي اللي عم تتعامل معه ولكن مبين انه انت ممكن ان جرحت من هالشخص بالماضي او في صار بينكم مشاكل انت وهالشخص بالماضي وعم شوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة او عم شوفك عم تحاول ممكن عم تحاول تتابع اخبار هالشخص بدون ما هو يعرف او بدون ما هو يحس لانه عندك بطاقتكم مشتركة فانت وهالشخص في امور مش عم تحكوها لبعض انت وهو عم تحاول تكتشفو معلومات عن بعض ولكن ما في حدا عم يحكي للاخر يعني عم تحاول تخلوها بطريقة سرية هلا من نسبة لطاقة حبيبك او شريكك عم شوفو اكتر مركز على الامور المادية حاليا بالذات للاشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا عم شوفو مركز اكتر على وضع المادي بدو يبني وضع المادي انت انت هو هلا الشخص كتير بيعتبرك سلمات ولكن الشي اللي عم شوفو وعم يسبب عائق اتجاهكم هو ما في تفاهم بالتواصل بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح وفي انجذاب بينكم كتير منيح الى انه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم او دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي فانت وهالشخص متلو كأنه ند بند او راس براس او كلمة بكلمة دائما بيصير في بينكم نزاع او مشاكل بالحكي او مشاحنات بالحكي عم شوفك انت ايضا حسيت او او في ممكن البعض منكم لانك انجرحت من هالشخص في الماضي عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل اه لانه انت بتحس انك انضلمت وانت بدك نوع من العدالة تتحقق وبما انه هالصبت بخطواتك المستقبلية او بشو رح يصير عندك بالمستقبل انت عم تطالب انت عم تطالب بنوع من وهالشخص عم شوفه مع انه بيعقله الباطني بيشوفك على انك سول ميت الى انه لسبب ما هالشخص في مثل يعني في اشي بده يحكيه للك وعم شوف انه في حكي شوي حاد او في حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية فمبين انه انتو انت وهالشخص في عندكم مشاعر او بتكن مشاعر كتير تجاه في عندكم باشن وشغف تجاه بعض طب انه نشوف كروت توضيحية لهالشخص ليش دائما حبيبات بيحس انه لازم يكون دفاعي او في عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما اه هالشخص ما هالشخص ما بيحب يخسر ابدا عم شوفه شخص كتير اه بيحب المنافسة او مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت انه نقطته او كلمته هي صح بيحب ولو احيانا بتكون على حساب حاله فمبين لي انه هالشخص ايضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد ما بيحب اه يتنازل ولو على حساب كرامته يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك بيحاول انه اه يرجع العلاقة اللي بينكم او اذا انتوا منفصلين بيحاول انه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع يعني ممكن هالشخص يموت ولا انه يقوم بالمبادرة الاولى تجاهك او هو اللي يحكي معاك لانه هو بده يثبت نقطه ولكن من جوه تعيس هالشخص لانه هو اساسا بده اياك وبده التواصل بينكم يتصلح او يكون مثل الماضي ولكن يعني مستحيل يقوم هو بالخطوة الاولى او اشي مثل هيك ايضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي بيخاف انه ينرفض بيخاف انه اذا اجى حكى معك انت تسده او ترده او ترفضه وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص احمق او اشي مثل هيك او انه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص عمشوف طيب بدنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب اهالشخص او بده نوع من الوجستس او بده حتى موازنة بالاخذ والعطل لانه ممكن ايضا انت تحس انه انت اللي عم تعطي اكتر من هالشخص بدنا نشوف بالمستقبل لانه مبين انه بالمستقبل في عندكم رح يصير تواصل ولكن التواصل ممكن يكون اه مش كتير ايجابي هلا في حب ومشاعر ولكن التواصل اللي بينكم او الحكي اللي بينكم اه ممكن يكون انت في شوي مشاحنات في شوي مجادلات في شوي عتاب اه عتاب اللي صار بالماضي انت وها الشخص بس هالشخص عم عم يحاول يعني استخدم طاقة الجذب لانه يجذب تواصل بينكم او حكي بينكم طب انه نشوف بالمستقبل انت وها الشخص طريقة التواصل اللي بينكم لانه انت هون ايضا نميين انه انت مش كتير متحمس لهالجكلة او رافض عروض حب عن تجيك سواء من هالشخص او من شخص اخر او من نسبة لكوين ونز رح يكون فيه ايضا بداية جديدة بدنا نشوف البداية جديدة رح تكون معها الشخص او مع شخص جديد. طيب اه ما عم شوف انه رح يكون في اه ارتباط جدي مع هالشخص او زواج او خطوبة. لانه هالكارت بيحكي عن امور تقليدية. يعني بيكون كتير تقليدي. وهو ايجا مقلوبه. انا عندي دك يعني ما فيه كروت مقلوبة. بس بما انه طلع هيك. عم شوف ايضا علاقتكم رح تكون او في المستقبل علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية. يعني ممكن يصير في عندكم انت وهالشخص. عم شوفك ايضا ان هون ممكن انت تفكر انه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها وكنت بتآمن فيها. لانه ايضا هاي ورقة روحانيات. فممكن فيه اشيه انت عم تبعد عنها. عم تحس انه بطلت تتفيذك. فعلاقتك مع هالشخصة اه غير تقليدية. ومبين انه انت يعني في جوه راسك او في تفكيرك الداخلي. عم تشوفها كتير اه كتير مرهقة. كتير مرهقة عقلية للك. يعني او حتى جسديا بتحس انه كترة التفكير فيها اه كتير هالكتك. التواصل بينك وبينها الشخص كتير فيه عوائق. اه طبعا بيختلف من شخص لاخر انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم. لبعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا. ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا. او ممكن تكون العوائق فقط انه اه ما حدا مستعد يتنازل او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى. لانه عم شوف كتير اه. عم شوف كتير. مشاحنات بالحكي وانت وهالشخص ويتي مثل ما بنحكي او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش لانه دائما بيكون في عنده رد دائما بيكون في عنده جواب دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكيم لانه انت مش كتير متحمس لها الشخص البعض منكم انت كتير او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة يعني ممكن كون انت مع اشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة طب بدي اشوف انا بما انه في تواصل رح يصير لاغلبية منكم بدي اخر اشي اوضح حقيقة مشاعر هالشخص لانه مبين انه هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص او يعني بيعتبرك و لكن في عنده مشاكل بالايغو او بكرامته او ما بيحب يتنازل هالشخص فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيقوم بالخطوة الاولى او ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك فهز شخص من جوا قلبه مكسور لشان هيك مش عم يحكي معك قلبه مكسور ممكن يكون ايضا عم يحاول يخلي الامور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب اي اشي ممكن يكون ايضا بيشوف انه انت بتنظر له على انه طفل او بتنظر له على انه غير ناضج فهو مكسور قلبه من جوا ايضا ممكن يكون المادة او العامل المادي سبب في انه مش عم بيقوم في الخطوة الاولى ممكن هالشخصة بيحس انه غير متمكن ماديا مشان هيك مش ما في عنده الثقة الكافية انه يحكي معك او يقوم بالخطوة الاولى بيحس انه هو مشان هيك طاقته كانت انه مركز على الامور المادية حاليا بتوقع انه اغلب تركيزه على الامور المادية مشان يبني ثقته في حاله ممكن انت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي مشان هيك هو عم بيحس انه بالدريث بتحاله من الناحية المادية اوكي حبايا ببرج الحمل بتونا القراعاتكم ونفادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكمنت شار وسبسكرايب شوانا رحجبكم في فيديو قادم